بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجب يسجدان والسماء وقعها ببضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقيموا المزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأغضى وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لكما والحب ذو العصف بغويحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مادج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مغج البحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجبال المنشآت في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا بعش والجن والإنس إن استقعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شباد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وغدة كالتهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنفاصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنب التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمغجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباقعة ليس لوقعتها كاذبها خافضة الرافعة إذا رجت الأرض غجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يفوف عليهم فلدان مخلدون بأكباب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طئر مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لقبا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضون وطلح مرضون وذل مرضون وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مغفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكاغا هربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سبوم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تغابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فشاربون عليه من الحميم فشاربون الشرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفغأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد دعنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبتل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فلولا تذكرون أفغأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن السادعون لو نشاء لجعل له حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفغأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفغأيتم الناغ التي تورون أأنتم أنشأتم سجغتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقذين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمطاقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بنغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين تغجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحال وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريس ما عندتم حريس عليكم بالمؤمنين غروف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبكّلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وغأيت الناس يدخلون في دين الله يفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا رنبات لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الرحيم قل أعوذ بخب الفلق من شد ما خلق ومن شد غاسق إذا وقب ومن شد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بغب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أممين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما غزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه صنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالنروة الوثقى لن في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المغسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين